قبل ما ندخل لكثير من التفاصيل وعشان تكون فيه أرضية واضحة للنقاش برنامج حساب المواطن ايش البرنامج والهدف والمبرر من وجوده الآن عشان نوضح للناس طيب بداية من برنامج حساب المواطن دخلنا نعرف البرنامج أولا هو برنامج إنشاء لعادة توجيه ورفع كفاءة الدعم الحكوم اليوم فيه درامج دعم كثيرة ودعم للسلع بشكل عام وجد هذا البرنامج لعادة توجيه هذا البرنامج ورفع كفاءة بهذا يكون بشكل أفضل طبعا أول برنامج فيه أو أول دعم فيه رح يكون للإصلاحات الاقتصادية رح تتخذها الدولة خلال بداية عام 2018 اللي هي تصحيح حسارة طاقة ضريبة القيمة المضافة وما ينتج منها من آثار سواء كان مباشرة أو غير مباشرة وجد حساب المواطن لكي يخفف هذه الأعباء اللي رح تكون على الأسرة السعودية هذا لو بشكل مغفط لبرنامج حساب المواطن طيب أهدافه الرئيسية ثالث أهداف الرئيسية تفضل أولا اليوم أهدافنا الرئيسي أنه نخفف الآثار نخفف هذه الآثار على الأسرة بات الدخل المنخف هم الشريح الأهم في هذا الموضوع أن يكون سياستنا أو دعمنا نخفف قدر بإمكان الآثار على لو الدخل المنخف طبعا نعوض كمان الدخل المتوسط ولكن لابد أن يكون الدخل كافي أو التعويض أو الدعم كافي للفئة هذه الهدف الثاني أنه نرفع كفاءة توجيه الدعم بدل ما هو الوضع الحالي الآن لكل السلعة مدعومة وما في عدانة في عملية الدعم ثالثا أنه تم ترشيد الاستهلاك للبطاقة والموارد هذه الطبيعية فبالتالي اليوم لو رفع الدعم رح يكون فيه هناك بعض الأسر رح تعيد النظر لاستهلاكها وبالتالي رشدنا كنا أحد السباب لترشد جميل واضح الأهداف مهندس علي